السلام عليكم أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم بعائلتكم عائلة أكاديمية القمم الطبية إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وبعافية أعرفكم عن نفسي أنا دكتور علي البدير إن شاء الله رح أخذكم بمادة الميديكال فيزيكس طبعا قبل لا أخذكم بالمادة الميديكال فيزيكس أحب أحشي لك على شغلة معينة إنه إحنا كطلاب طبية يعني أنتو لازم طريقة قرائتك تختلف من أنت كطالب سادس ومن أنت كطالب طبية يعني بإختصار أنت كطالب سادس علمي تدرخ المادة تحفظها تروح تجيب درجة دخل كلية الطب هذا الطب كطالب سادس علمي بس كطالب طبية تختلف لازم عندك شغلتين تشتغل عليهم الشغلة الأولى لازم تفهم المادة والزبدة مالتها وتفهمها حتى تصير طبيب ناجح الشغلة الثانية لازم أنه أنت تحفظ المادة وتدرخها حتى تجيب درجة واضح شنو حتى تحصل اختصار زين إحنا بمحاضراتنا رح نختصر لك كل هذا الحاجة رح نخليك تعرف شلون تجيب درجة وشلون تفهم المادة يعني أكو طلاب معينين يقرون يدرخون كلمة كلمة ويادو ويملون من المادة ويكرهون المادة وشمرون المحاضرات ويوميا مبطض ويوميا راجع وكو طلاب نتتعب تطلع سفرات تطلع تقرأ أشياء معين تعرف شون تقرأ تجيب درجات تطلع من الأول وكبتين من المادة أنا رح أعلمك هذا الطريق الثاني حتى ما يضيع وقت نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقلش اليوم رح ناخذ المحاضرة الأولى المقدمة اللي هي تشمل الترمنولوجي اللي هي علم المصطلحات الترمنولوجي أنا جاي من كلمة تير ومودي لنك رح نشرحه ومجرمات القياسات خلني بدي مني ما هي الفيزياء شوفوا إذن هي علم طبيعي نتشرال طبيعي ساينس علم يدرس ماتر يدرس الأشياء واضح حركتها حركة الأشياء سلوكها خلال الفراغ يعني سلوكها خلال الفراغ والأوقات يدرسها زمن مالتها والأشياء المتعلقة بها مثلا طاقة والفورس القوة يعني هذا وما رح يقول لك أعرفها دائما المحاضرات بالبداية يصبح المحاضرات مهمة محاضرات مملة بس أنا هنش أفهمها مو تكو أن تدرس كلمة الموضوع وقتك أفهم أن الفيزياء هو علم طبيعي يدرس أن الأشياء الماتر حركتها حركتها الانيرجي الطاقة مالتها فورس القوة هو معروف الفيزياء يدرس داني السؤال قوة الفيزياء بصورة عامة ما داحش على الميديكال أنا بعدنا ما طبيت فيزياء طبية أنا داحش على الفيزيكس بصورة عامة ما واحد عرفوها يعني هايش بس تفهمه وعيف لا تكو أن تدرخها مود أو اختلاف تكو أن تدرخها وضع وقتها وتملي لا ما تندرخها فيزياء فهمه واحد شو مثلا أيضا ندرس الطاقة الفيزياء بيها العديد من التصنيفات سب كتغاريز كتغاري يعني تصنيف سب يعني تصنيفات مثل هذا بيها بيها مثلا مثلا تدرس الحركة مثلا تدرس سبب الحركة يعني حرك كوز السبب هذا يدرس سلوك الحرارة يعني يعني حرارة مثل فصل كيميا الأول بالكيميا وعدكم ثرمو بالسادس ثرمو دال يدرس سلوك الحرارة الموجات الصوت الضوال النظر وهكذا يعني نيوكلير فيزيكس طب نووي هذا يدرس الأنوية مثلا أكو أسترافيكس فيزيكس يعني إلى آخر هاي موشا موهم يعني شابعة مو يعني شاب مقدمة نتقوها بس يتفهمها بي نعرف شون الفيزياء بيها فيزياء نووية يعني صنفني شلون أنه تشتغل وشلون تشتغل شون السبب ويجد العلاقة بين العلاقة بين الكميات القياسية الأساسية مجر قياسية القياسية كميات مثلا نيوتين لوز قانون نيوتين لوز يعني قانون كونزيرباشن الطاقة قانون حفظ الطاقة كونزيرباشن الطاقة يعني هذا ملت حفو هيك مجرد أشياء حتى أنا ما تعبد نفس وش راح أشياء معينة هس راح نطب احنا بمحاضرتنا اللي هو ميديكال فيزيكس فيزياء طبية ذاك الحشو فوق ده يجلي الفيزيكس فيزياء بصورة عامة ها شلو علاقة الفيزياء أنا معارضتي ميديكال فيزيكس هس راح ندرس فيزياء طبية شنو الميديكال فيزيكس The term ميديكال فيزيك ترفير to application of physics principles to medicine إذن هو تطبيق الفيزياء المبادئ الفيزيائية principle مبادئ physics فيزيائية إذن تطبيق هو تطبيق المبادئ الفيزيائية بالطب يعني شو الميديكال فيزيك فهموني يعني أجي force قوة 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 بالفيزياء تعرفوها فيها قوة درستوها بالثانوين أجي أشوف هاي القوة المصطلح الفيزيائي أطبقه بالطب أشوفه شون استفاد منها بالطب واضح مثلا قوة ترفع الأشياء يعني معناها المفاهيم الفيزيائية أجيبها أطبقها بجسم الإنسان بالطب فالميديكال فيزيكس الفيزياء الطبية هو تيرم هو مصطلح الميديكال فيرفير يشير أنه application انطبق الفيزيكس الفيزياء application يعني نطبق بمبادئ الفيزياء وين بالميديسين بالطب بواسطة استخدام معلوماتنا الفيزيائية حتى نطور الأدوات علاجات حتى نساعد حتى نساعد البشر يعيش بصحة جيدة يعني مثلا مثلا هسا واحد يقول دكتور هسا تشرحت ليها فهمني إياها سوف تلعب هاي السماعة مع الطبيب سميها السماعة الطبيب هاي من الصناعة طبقنا قوانين الفيزياء جبنا الفيزيائيين قلنا لهم له الفيزياء قلوهم يا بريد سماعة نفحص بيها قلب والمريض نفحص بيها النفس في الفيزيائيين جابونا سماعة عن طريق الموجات الصوتية شوفوا الموجات الصوتية طبقوا الفيزياء وصلوا على السماعة إذن هاي السماعة شبه ساعدتني ساعدتني حتى أوصل الانسان بصحة جيدة أشخص المرض ما التمين وقت وعالجة عن طريق السماعة اللي هي ستوتوسكوب فشوف طبقت الفيزيوين بالطيب تفهموا شون إذن استخدمنا الفيزيك نولوج المعلومات الفيزيائية نولوج معلومات فيزيك فيزيائية استخدمنا المعلومات الفيزيائية حتى تدفلوف انطور التولز الأدوات تنطور الأدوات الفيزيائية طورنا السماعة نجيب مثلا سونار السونار هذا المرة راح تسوي سونار هذا السونار موجات فوق صوتية يستخدم فشنو استخدمنا الموجات فوق صوتية اللي هي شي فيزيائي استخدمناها بالطب فبالتالي شنو هيلبز ساعدنا حتى تنطور الأدوات استخدمنا التريتمت علاجات أجي لشعة هو شعة تكس وشي فيزيائي جمنا لشعة قم نعارج به نضربه علاج إشعاعي إذا سامعين واضح؟ إذن هو عبارة عن Application نطبق الفيزيكس الفيزياء Principle مبادئ الفيزياء بالميدسين بالطب نستخدم معلومات الفيزيائية حتى تنطور الأدوات وتريتمت العلاجات حتى نساعد الهيومن على الهيلبز يعني من جل استخدمت الأشياء عالجت به استخدمت السونار شخصت به استخدمت السماعة شخصت به من نتيجة النتيجة كلها ساعدنا البشر حتى يكون بصحة جيدة يقول أكو العديد من البرانش أعيد وأكرم هذا الأولى مملة وماك شي نحفظ بيه بس مجرد شي نفهمه يقول يعني العديد من الفروع برانش فروع من العديد بالميدكال والفيزياء الطبيعي خلنشوف راح نجي عندنا فرع اسمه Diagnostic Radiology Diagnostic جاي من كلنا التشخيص Diagnosis Diagnosis Radiology يعني شنو معنى Diagnosis Radiology Radiology هو علم الأشعة Radiology هذا مصطلح Radiology علم الأشعة Diagnosis تشخيصية يعني الأشعة التشخيصية واضح؟ يعني أول فرع من فروع الفيزياء راح ندلسهم Diagnostic Radiology الأشعة التشخيصية Diagnosis تشخيصية راديولوجي أشعة إيش تشمل؟ تشمل الأكس ري أشعة تكس تشمل المفرس يعني لازم حسن تتعرض النبات العقبة من يقول لك حسنا نجينا واحد مريض في المستشفى هذا الزي CT CT هاي CT CT اختصار C اختصار المفرس يعني المفرس الحالزيوني شفوا هاي كلها Diagnostic Radiology نستخدمها بالتشخيص Diagnostic شوف بالتشخيص الأشعة مصطلح فيزياء استخدمت بالتشخيص شوفوا دا تفهم CT CT مفرس هم استخدمت بفيزياء هم شعة هم شغلة على شعة الألتراساوند US نختصر الألتراساوند الألتراساوند اليو هاي والأس هاي فاستخدمتها بال Diagnostic Radiology أو Magnetic Resonance Imaging نختصر بالرمز MRI Magnetic Resonance Imaging أول حرف من كل كلمة Magnetic M Resonance R Imaging يعني صورة الرنين المغناطيسي يعني الرنين رميجينك صورة رزونس رنين magnetic مغناطيسي فهنا نقول بالعامية نقول فقط رنين بس يتلازم تعرف هسا كطالب تبقية تعرف أنه CT هو المفرس فإنه MRI هو الرنين MRI أستخدم به مغناطيس فذن نشدر الشغلات الأشعات X والمفرس والرنين هنه شغلات فيزيائية ترى بس وين استخدمناها بالDiagnostic بالدايق التشخيص إذن هذا فرع الأول إذن الفرع الأول أبو التشخيص مو تقعد تدرخل الفرع الأول الفرع الثاني لا يتفهم هذا بس بهم أشعر في مين الفرع الثاني اسم نيوكلير ميديسين طب نووي دائل أقسام دائل أقسام لك الميديكال فيزيكس أقسامه ثاني قسم نيوكلير ميديسين طب نووي اللي هو deals with use of radioactive substance هذا deals يتعامل مع use استخدامات radioactive substance substance مواد radioactive مشعة إذن هذا العلم من الطب النووي هو use هو استخدام مواد مشعة استخدام مواد مشعة بالdiagnosis بالتشخيص أو بالتريتمت بالعلاج أو بالرسيرش بالأبحاث إذن هذا فرع من فروع الطب الميديكال فيزيكس يعني حسن هذا واحد يروح طبيب فيزيائي يتخصص فرع مثلا الفروع لو يتخصص بالتشخيص لو يتخصص بالطب النووي لو الثالث فرع radiation oncology oncology علمي لاوران radiation إشعاع سامعين يقول لواحد جاء الدورة ضربنا إشعاع وضح طاح شعره فهذا فرع من فروع الفيزياء الطبية يعني أنا هاي المحاضرة الأولى مو محاضرة تيجيك بالبتحان لدينا الشغلات لدينا بس داب أقول لك أقسام الميديكال فيزيكس أقسام الفيزياء الطبية عندنا قسم اسمه radiation oncology oncology أورام radiation علاج بالإشعاع أو شي سموه اسمه radiation therapy therapy معنى علاج radiation إشعاع العلاج الإشعاعي هاي بين قوسين ترجمة العلاج الإشعاعي ترابي معنى علاج radiation إشعاع العلاج الإشعاعي هذا شنو هذا هذا إذن فرع من فروع الميديكال فيزيكس فرع من فروع الفيزياء الطبية هذا شنو هذا هذا medical specialty يعني هذا متخصص فرع اختصار specialty يعني متخصص ميديكال طبي إنه في لوف يتضمن treating العلاج الكانسر السرطان ووضع باير رادياش بواسطة الإشعاع نجي أو يعني أستاذنا واحد يقول الدكتور شون ممكن يجيني مثلا مثلا راح أقول لك شون يجيني فرضك مو تقعد تدرخ نوضع وقتك وتميل من المعاضرة وتكرع لا مو درخ نفهمهم ممكن شي يجيب يقول لك يجيب لك هذا الصدر يقول لك أكو medical specialty أكو تخصص طبي speciality تخصص ميديكال طبي هذا يضمن علاج السرطان treating يعني علاج كانسر سرطان باي رادييشن بواسط الإشعاع ويحط لك اختيار diagnostic radiology ويحط لك nuclear medicine ويحط لك radiation oncology شو تختار؟ تختار radiation oncology احنا بالطبية هواي تجيني اختيارها يعني الأسئلة الكتاب يتقسم مو مية درجة مية درجة عدي من هاي المية درجة ستين درجة من عدين اختيارات سمين MCQ multiple choice question هاي المعاضرة سمعونه هواي مصطرحات بس ما يخالف تحملوني يعني احنا لسي لمية درجة ستين اختيارات واربعين شرح اربعين شرح نسميه بالطب من نقول شرح تطورنا نقول essay والاختيارات من نقول نقول MCQ جاي من كلمة multiple choice question نختار الإجابة الصحية واضح؟ فذن ممكن يقول لك اكو فرع من فروع الطبي علاج السرطان تختار radiation oncology اكو فرع يشمل المفرس والاشياء تختار diagnostic radiology وهكذا نجي الفرع الرابع اسمه health physics فيزياء الصحة يعني ممكن واحد يروح يصل الطبيب فيزياء ويختص بس بهذا الفرع ويختص بس بهذا الفرع فهاي health physics فيزياء الصحة شنو او بين قوسي radiation protection الحماية من الإشعاع هاي شنو دولة المجموعة من الأطباء يختصون في هالمجال يروحون يحمون المجتمع من الإشعاع يروحون للناس اللي تشتغل بالإشعاع يتعلمون مجراءات حتى يحمون نفسهم فهو application نطبق scientific principle نطبق المبادئ العلمية scientific علمية principle to protection حتى نحمي الوركر العاملين والpublic مو بس العاملين الوركر العاملين والpublic ناسي بشكل عام من المخاطر الإشعاع شوفوا إذن دعنه فروع الطب فروع الطب الفيزيائي او الفيزياء الطبية واضح قسم يروحون بالتشخيص يدرسون اللي شعه والسوناء والمفرص والسوناء للصحة يروحون بروتكشن حماية الوركر العاملين ووركر عاملين بروتكشن حماية او الpublic او الناس بشكل عام الناس من الهزار والمخاطر اللي شعه قسم يعالجون السرطان دون انكولوجي إذن ببساطة مو تقعد تترخي نفهمهم دعطيك اقسام الميديكال فيزيك اقسام الفيزياء الطبية يقول فيزياء نقدر نجدها بمناطق متعددة من الطب خشو شون وين هلقى الفيزياء بالطب هاي أمثلة لاني بس مجرد نقرأهم للطلاع ما ندرخ وين نلقى الفيزياء يعني هنانا احنا راح نشوف الفيزياء شون نلقاها بالطب فيزيكس فيزياء مدي سنطب وين نلقاها هاي شغلات بس ننطلع عليه يعني نشوفوها واحد سهلة ترى اول شغل الله راح يقول الفيسيولوجي بالفسلجة بالفسلجة خنشوف أكو شوفو شباب شو يقول يقول الفيسيولوجي بالفسلجة اكو بلاي نطبقها على وظائف الجسم سواء المريض بحالة صحية او بحالة الدزيز يعني مثلا المرض نفسر المرض بنظرة فيزيائية او مثلا الجسم مثلا هاي حركة اليد نقول هذا بعد مننا وبعد مننا والعضلة عتلة عضلة عتلة فهاي عضلة مننا مثلا الارتكاز مننا وذراع المقاومة هذا وذراع هذا مننا فالفكرة الفكرة انه اكل قوانين الفيزياء لو فيزيس قوانين الفيزياء نقدر نطبقها بالوظائف وظائف جسم الإنسان جسم الإنسان بلاي نطبقها مثلا هذا يقول لك يقول لك مثلا سواحد يسأل سائل يقول وين ألقى الفيزياء بالضبط يقولنا بالفسلجة جسم الإنسان أقدر أطبق قوانين الفيزياء طبقهم به وطبقك مثال مثل هاي العتلة العضلة هاي عضلة عبارة عن عتلة اذا تذكرون شن بالخامس علم تدرسوها زين الطيني تطبيق الفيزياء أنا براكتس يا بتطبيق العملي ماء الطب تطبيق العملي براكتس عملي م Wenос sind تطبيق العملي يعني الطيني وين نلقي الفيزياء بالتطبيق العملي ماء الطب أه رحطيك مثال الاستثوسكوب هاي السماعة أنا المريض ما رحط السماعة على الصيدر وأفحص فهاي السماعة هي عبارة عن شيء طبي شيء فيزيائي بس استفادية منها بالطب فإذا شو تصار medical Holiday Physic بلستثوسكوب هاي السماعة الطبية او بالبيركيشن هي عبارة عن عملية فحص معين تاخده بالرابع كلية فحص احطيدي هذا اصبعه بالنص وأطرق عليها اطرق الصوت اللي يطلع لي مثلا حطيت ايده على راسي مثلا الطرقة مع الراس تطيني قوية في حالة طرقة مثلا مع البطن تطيني صوت مختلف فانا مثلا اذا عدي ورمة بالبطن وأطرق عليها اذا الورمة بيها ما يطفع لصوت معين اذا الورمة بيها لا والله كلها لحم لحم وهذا يطلع لي صوت معين اذا الورمة بيها عظم يطلع لي صوت معين من خلال هذا الفحص اسمه بيركيشن تاخده اميز او اشخص الامراض فاذن ده اقول لك هاي ده هالموضوع موضوع انه اقول لك شون اطبق الفيزياء بالطبط طيتك مثال على استثيثوسكوب طيتك مثال على البييركيشن هذا الفحص طيتك مثال على السفنغنو مانوميتر هذا جهاز الضغط جهاز ضغط الزئبقي اسمه سمينو مانوميتر. هذا نطبق بشنه؟ نطبق بالفيزياء بالطب. يعني هو جهاز ضغط اعتمد على الزئبق والزئبق صعود الزئبق وشي فيزياوي. بس بايش فادن؟ فادن بالطب. اذا ميديكال فيزيكس. واضح ايضا البيس ميكر. بيس ميكر جهاز نحط بقلب المريض. شوفوا مرات القلب ما الانسان الكهربائية ما القلب تتخربط مالته. فش نسوي? القلب بكهربائية وحدة. بعدين شروع لكم عليه ان شاء الله مستقبلا. فتخربطت الكهربائية لسبب صار جلطة مثلا. ذبح حصارة. فش نسوي اني? اجيب جهاز اسمه بيس ميكر ينظم عضلة القلب. فهذا الجهاز صنعه للفيزياء. يشتغل من الفيزياء. بشنو? اذا هو فيزياء فادن بطل اذا. ميديكال فيزيكس. او جهاز ايضا. كل ما القلب يوقف يصعقق القلب من زرعة. و الى آخر. بالبايوفيزيكس. بالبايو. بالعلم الحياة. بيش فيد التلفزيكس? بيقول nad وفيزيكس بيزيكس. احنا اذا نريد ندرس تجارب و نظرية. النظريات كان ستجاربها. النظريات مالبيولوجيا مالعلم الحيات. اذا اريد بيولوجيا simple theory بيولوجيا علم الحياة اذا يريد عري怎么 study address العمليات البيولوجيية. والنظريات عامليات ادرسها عن طريق ادوات فيزيائية. اذا بدوات الفيزييا دراست العالم الحياة. من الحياة هو طب. إذا شوفوا فيزياء طبية. واضح شوال الفكرة؟ أو بايوميديكال انجينيرنك. هاي الهندسة الطبية سموها. شوفوا انجينيرنك هندسة ميديكال طبية. هاي شنو هاي؟ من خلال الهندسة الطبية ديفلوف طورونا الميكانيكال الاند الكتركال سليوشن. اللي قولني محاليل الكتروليتي يعني كهربائية وميكانيكية حلتلي سليوشن اللي قتلي حل. سليوشن اللي حلتلي الميديكال بروبيل مشاكل طبية. واضح؟ واشتش اس ديفلوف مثل ذلك شخص ودايجنوستيك انجينك اكوبمنت. لقوا معدات صوارية وتشخيصية ودايجنوستيك دايجنوستي شخصة الارتفيشيال اورغان ويعني هها شغلات. يعني هاي بس مجرد شغلات تفهموها. انه انا ده استخدم اشياء بجسم الاشياء فيزيائية طبقها بطق. بعد شليقوا؟ لقوا بعد الفيزيائيين صنعوه لتريتمنت اكوبمنت. اكوبمنت يعني معدات او اجهزة للعلاج. مثل انفيوجن بامب. شنو انفيوجن بامب؟ انفيوجن بامب شوفوا احنا بالطورة منك هاتي. نيجي مريض فجأة خطيامات او اختنق. عبارة عن جهاز شون الكمامة جهاز. وهذا جهاز بيليطة هيش ممددة. هاي الليطة شون ما اضغطها. فمو اضغطها ينفخ. هذا هذا الماسك. ماسك. عبارة عن ماسك. ينحط بخشم المريض وبحلقة. نيجي نحطها نقفلة. واجي اضغط عليها منها. اضغط عليها حتى ادفع هوا يدفع هوا. يعبارة عن صوندا ما الهوا ندفع بها هوا. نسموه انفيوجن بام هذا. اذا انفيوجن بام هو شي فيزيائي. صنعوه الفيزياء. حسب قوانين الفيزياء. حسب معلومات فيزيائية. بس باش تتباديت منها بالطب. اذا شو يقولي. ادوات اهل الفيزياء صنعوه لي. اكومنت يعني مجهزات او تجهيزات او ادوات. صنعوه لي ادوات للعلاج. تشمل انفيوجن بام. هذا يحكين علي. ميديكال ليزر. ليزر الطبي. او ليزر فيجن. ليزر ما النظر يضربون بيا عمليات. ليزر فيجن كوركشن. كوركشن تصحيح النظر. بيجن النظر. كوركشن تصحيح. مثل ساني عدي عمليات قصر. قصر. اروح اسوي ليزر. اشيل النظرات بعد ما احتاجها البسر. سوى لي كوركشن تصحيح للنظر. اذا هو الليزر هو شي فيزيائي. فيزيائي. يعني هو الليزر شي فيزيائي. صحاحت عيني استفادية من نبطب. فصار ميديكال فيزيكس. لان بس مجرد امثلة. لذلك المحاضرات اللي اقول لكم مملة. يعني بس يتش مجرد امثلة. مو تقعد تدرخين. بس يتش فهم. بسان ليش ده اركز بين وترجم لك. اريدك اترجم لك المصطلحات. اريد اقول لك شنو الفيوجون بام. اريد اقول لك شنو تصحيح النظر. تصحيح يعني عمليات. بعد. سوت لي الفيزيائي. سوت لي اجهزة معدات تنقذ للحياة. تنقذ الحياة. مثل تنقذ الحياة. مثل تنقذ ميديكال بنتليتر. كامي صنعوني ميديكال بنتليتر. رأي صنعية. رأي تتنفس. تحون دير. طب بحلق المريض. طب برأي تنفس. مناتليتر. ميديك ماشين. مواد مات تقدير. هارت لنق ماشين صنعت لي مكينة. هي عبارة عن قلب ورأة. واضحة الفيزياء. ديا لسز ماشين. ادوات مع الغسل. ماشين مكائن مع الغسل. يعني آي مكينة مع الغسل. لا سامح الله العدة بالبيت واحد عاجز كلية. مو يروح كل سبوع يغسل. هذا الغسل. ديا لسز يعني غسل. ديا لسز غسل ماشين يعني مكائن ديا لسز مكان الغسل. شنو هاي ص الفيزيائيين بيش بيش استفادت من بطل فصار medical physics وهي انثلة هواي يعني صراحة يعني هي مجرد بس تطلعون بالبيوفيزيكس ايضا بايوفيزيكس شنو بايو يعني حياة فيزيكس فيزياء شنو هاي هي study of biological process هي دراسة العمليات البيولوجية الحياتية يعني بيولوجية حياتية باستخدام التهوري النظريات والتولز والادوات والفيزياء وغيرها يعني زين بعد الفيزياء بيش فادت بس بالادوات بس بالهاي خنشوف physical medicine and rehabilitation enhance and restore the functional ability and the quality of life يعني مثلا شوفوا مثلا فرضا واحد صار بجلطة رجلة وقفت وطاب من الجلطة بس رجلة وقفت اروح ازال واحد فيزيائي يسوي له عمليات رياضية وحرارة معينة ترجع رجلة شوي شوي تتقوى فشوف شو يقول يقول physical medicine الطب الفيزيائي يسوي rehabilitation يعني عادة تأهيل عادة تأهيل rehabilitation ونهانس ينحسن وrestore ونعيد restore يعني نعيد function ability القابلية الوظيفية restore يعني نعيد functional ability ability قابلية functional وظيفية اذا نعيد القابلية الوظيفية and the quality of life وجودة الحياة مواضح شون مثلا واحد رجلة عطلت اودي جماعة ياهم وجماعة الفيزيائيين يرجعوا لرجلة اشوف يسوي enhance نحسن وrestore ارجع functional ability ارجع القابلية الوظيفية مع الرجلة مثلا وهكذا هاي الفيزيائيين مثلا physical impairment disability دول disability شلال affected the brain مشكلة ينضرب الدماغ مالاتهم يوقف او ينضرب spinal code لعمود الحبل الشوكي توقف رجلهم ذول اشلون يروحون يسوي rehabilitation هذا التأهيل وهكذا بعد بيشتفيد من الفيزيائي physical therapy بعد اكو علاج فيزيائي اكو شي سامعين physical therapy دول يقولون روح سوى علاج فيزيائي physical therapy therapy علاج physical فيزيائي شنو physical therapy شنو علاج فيزيائي خلنا اشرح لكم شنو علاج فيزيائي بتفصيل يعني معنا نقصد اذن النقطة اللي هي rehabilitation rehabilitation اللي عادة تأهيل وتحسين وعادة الوضائف functional يعني القابلية الوظيفية والquality of life يعني جودة الحياة يعني الخطية اللي مثلا ايضا توقف بعد ما عدى quality of life الحياة ما تجودتها ما رح صير فأنا من اجي فيزيائي وادرب هو سويله دمارين وذول الفيزيائي رح يسوون rehabilitation يعني على التأهيل تتحسن حياتي واضح وذول خاصة اللي صل عندهم physical environment يعني اللي مثلا environment يعني فشل فيزيائي بشي من جسم disability يعني عواق واضح اللي عنده مشكلة مضروب affected يعني شي ينضرب بالبراين بالدماغ بالحبل الشوكي بالنفس بالعصاب بالبونز بالعظام بالجوينت المباصل لقمنت الغضاري بالمصل العظام التندل الاربابة يعني مثلا واحد العطوب والرباط الصليبي طيق مثلا دول الفيزيائيين يقعود يساو دريها تشيل وتمارين وهاك زي بعد ايضا اهنانش نقرأ اقول physical therapy العلاج الفيزيائي وقالنا العلاج الفيزيائي دول خاصين ب احد الاحترافات الصحية الطبية ب يستخدمون يعتمدون على افدنس يعني يعني يعتمدون على العلم ب افدنس يعني افدنس يعني باست نعتمد على افدنس على الشيء جديد واضح يعني شو العلاج الفيزيائي دور يعني تعليمات أو نصاحة أو تربية صحية. قل للمريض تحرك. هذو كل هزيكال ثرابية. واضع شونا الفكرة. هاي كلها اقسام من اقسام الميديكال فيزيكس. زينا. ايضا شنو عدنا. او ممكن الكتر كالفزيكال ايجنت. يعني مواد فيزيائية او كهربائية. نعالج بها العالج الكوتس. الكوتس الكوتس الكوت بين كوت عفوان الكرونيك بين الألم الالحاد والألم المزمن الكرونيك. مرات خطيئك وناس مثلا. مثلا أصلكم مثال. حالة واحد يصير قد ألم مثلا بأماكن معين. مثلا مكان بالحوض مالته. واضح؟ الألم عدي. مريضة ألم عدا بالحوض مالته. سويله سونار ما بيش. سويله مفراس ما بيه. سويله الرنين ما بيش. حاصرها ما بس ألم عدد يعني ما يروح هذا لن فش نسوي نوديه له الفيزيائي يحطو لها حرارة مثلا يقعدوها مثلا على شون قربة جلد بمي حرارة هاي هاي شنو هذا شي فيزيائي ترتاح مثلا يذن هذا شنو هذا كل الفيزيكال تربية علاج فيزيائي مثلا شوف نقول تريتن عالج تريتن عالج أكيوت أند كرونيك بين الألم كرونيك يعني مزمن الأكيوت حاد شوف شنو فرق بين أكيوت هاي أكيوت كرونيك كويت سبعونها مصطلحة بالطب الأكيوت مرض حاد يجي قبل يبدي بيك خلال دقائق يصير عدك ألم كرونيك لا واحد صالي شهرين يعدي ألم بس هو مو كلش قوي بس هو ألم ما مرتاح عدم ارتياح هاي نعالجي موفمنت أيضا يعني مثلا عده واحد يعني عجز فيزيائي أخلي مثلا صار عده إنجري جرح وصار عده إنجري جرح وصار عده إنجري ترومة ضربه وصار عده إنجري مرض يعني واحد دول نعالج به واضح إذن هي شغلات هاي مدقعة تدراكي إيش بس هسف وياي وبعد لتقراها وياي وبعد لتقراها إيش بس هفها موعيفة شغلات مو مهمة يعني شغلات دي يوضح لك ميجين دنيا زين بعد أو في مسئ مسكولو سكليتل يعني جهاز العضلات وسكليتل هيكل عظمي كارديو فسكولر لوعية دموية والقلب كارديو قلب فسكولر لوعية دموية جاستنفوسينو ديرولوجي نيرولوجي الأحصاب اندوكرونيولوجي الغدد الصماء يعني يعني مثلا إذا واحد صار عدة يقولك إيمبيرمنت فزيكل إيمبيرمنت يعني يعني إيمبيرمنت يعني عجز فيزيائي مثلا إيده وقفت نتيجة مرض بالجهاز العضلي والجهاز القلبي والجهاز التنفسي العصبي وهكذا فشون عالجة بالفيزيكل واضح؟ فيزيكل ثيربي إذن هذا أحد哲يب على الفيزيكل ثيربي علاج فيزيائي إذا واحد يقولك شون علاج فيزيائي كله هو علاج فيزيائي أستخدمه لون رياضة وصف لي glare y porcelanary زيش نتحرك نضربة كهرباء مثلاً الكتركال مثلاً ناعدهم مشكلة ضربة الكتركال العصبي يتحفز physical agent حق النموات الفيزيائية أعالج به هذن الأشياء العلم المزمن والحاد وهكذا physical ثرة بعدنا هنشرح العلاج الفيزيائي بعدنا يقول يستخدم أنت استخدم هالعلاج الفيزيائي حتى أحسن الوظائف الفيزيائية للمريض فيزيكال فيزيائية فحص فيزيائي تشخيصه البرغنوسي يعني أقول لي طيب لو ما يضغي يبيد نهاية مع المرض مصطلح برغنوسي لازم تعرفوه شنو بالطب مصطلح برغنوسي يعني أشوف أنه المرض يابه الطيب لا والله المرض يموتك الطيب منه هالبرغنوسي يعني النتيجة النهاية مع المرض تداخل فيزيائي عادة تأهيل الامراض بريفينشن أمنحه هالث بروموشن حسن الصحة بروموشن حسن الصحة يعني هاي شغلات صراحة مجرد يجي تطلعون عليها ما بي شي مهم مجرد شغلات اللي تقول لك الفيزيائي بالطب شنو جبنا جهاز يعني شيء شمعين يعني مو شغلات مهمة واضح شوان الفكرة شغلات مجرد تطلعون عليها وتعرفوها المجال مال ميديكال مال فيزياء الطبية يشمل يعني انقسامات أو فروع عديدة هاي المجال مال ميديكال مال فيزياء الطبية يشمل يعني يملك يعني انقسامات عديدة شيشمل خلنشوف اول واحدة نشمل اول شي راديولوجيكال بروبلمز راديولوجيكال بروبلمز يعني شنو المشاكل الاشعاعية استخدام الاشعاع استخدام رادياشن بالتشخيص والتريتمت العلاج مال دزيز للأمراض دزيز يعني الأمراض أزوال أس كذلك استخدام المادة المشاععة راديول نيكليايد بالطب سمينة نيكلير ميديسن هذا أول فرق أنا هذه أدرس السب ديفيجن كلمة الديفيجن معنى انقسامات سب يعني انقسامات متعددة شنية الانقسامات ليش كلهم فوق ليس انقسامات ليش ادرس باش استخدم الفيزياء بالطب شن الست ديفيجن شنو القسامات مالفيزياء الطبية أول انقسام هو نيكلير طيب النووي طيب النووي ليستخدم disay استخدم المشاكل الإشعاعية راديولوجيكال إشعاعية مشاكل وكذلك يشمل استخدام الرادياشن الإشعاع بالتشخيص والتريتمت للعلاج فاضح؟ العلاج لا مراج هاي المجال المجال وبعدين الحماية من الإشعاع يعني المرة الأولى يشمل سوالة في الإشعاع اللي أستخدمها أشخص بيها أستخدمها أعالج بيها هاي النقطة الثانية يعني الفيزياء الطبية مو تشمل بس الإشعاع على مودي الشخص بي وتعالج بي لا يشمل أيضا شلون تحمي نفسك من الإشعاع رادياشن وبروتكشن الحماية من الإشعاع اسميه فيزياء الصحة تسميه فيزياء الصحة أو أوف بيشت هاي الفيزياء نحمي من الإشعاع للمريض والووركر العمال الطبيب الإشعاع التقنية ما الإشعاع شون نحميه الجنرال بوبليك الناس بشكل عام إذن المجالات ما الفيزياء الطبية تشمل مشاكل تشمل أول نقطة شلون نستخدم الإشعاع بالدايجنوز بالتشقيص والتريتمة للعلاج وشلون نستخدم المواد المشعع بالطب سبينانيوكلير نستخدم النووي وأيضا مو بس شلون نستخدم الإشعاع ونعالج بيها لا 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 أشمل شلون نحمي من الإشعاع يعني شلون نستخدم الإشعاع وشخص بيها وعالج بيها وشون نحمي العاملين من الإشعاع شون البروتكشن نحمي البيشينت المرضى الوركار العاملين جنرال ببلك ناس عامة جنرال عامة ببلكناس عامة بالولايات المتحدة هذا المجال أسميه هيلد فيزيكس أسميه فيزياء الصحة اللي هو إدعالي نطبق المبادئ العلمية المبادئ العلمية وين أستخدمها حتى بروتكشن حتى نحمي نحمي الوركار العاملين والببلك بشكل عام فبالتالي health physics هذا المجال يعني هذا تخصص شون واحد يروح باطنية وراء يختص قلبية يعني هذا يروح medical physics فيزياء طبية يختص بالhealth physics هذا health physics أيضا يشمل radiation protection الحماية من الإشعاع مو بس داخل المستشفى مو بس أحمل مريض والعامل والعامل مو بس أيضا شينو نكلود يشمل radiation protection الحماية من الإشعاع أيضا outside أيضا خارج الهوسمة للمستشفى مثل around nuclear power plant مثل من النباتات من دستر المعامل وهكذا شوفوا هنا ذن المجالات medical physics نفسهم ذني نفسهم ذني اللي حتيني عليهم الإشعاع health physics نفسهم معيودات واضح ذن القسامات أما سميه subdivision أما سميه branch ناكس منهم فروع ناكس من قسامة نفس الشيء medical physics could call medical physics فيزياء الطبية أيضا تسميه medical engineering الهندسة الطبية يعني أما سميه هندسة طبية أو أسميه فيزياء طبية أو بايو أو بايو medical engineering هندسة طبية حياتية is likely to be working on medical instrument ذولة اللي working يعملون على الستر المنت يعني أدوات الطبية يوجو لي مثلا electronic nature يعني طبيعة الكترونية بيه صار أيضا ذي ديفلوف ذولة طورة mechanical and electrical solution يجلقوا حلول ميكانيكية وكهربائية المشاكل الطبية مثل ديفلوف من طورة والdiagnostic and imaging وكما ديفلوف طورة الأدوات الصورية والتشخيصية حتى شنو ودزاين دو ورتبو artificial organ يعني شنو artificial organ يعني واحد ان قطمت رجلة رجلة بالحرب يجي كل رجلة الصناعية شنسميه artificial organ organ يعني عضو artificial صناعي عضو صناعي كسرتي ده الطائد الصناعية فذولة منهم وذولة سميهم medical engineering هندسة طبية أو يسمهم biomedical engineering الهندسة الطبية الحياتية أو هندسة طبية ذولة حتى أقوم بالسادس علمي طبعوا المعدل يروحون لهم هندسة طبية ذولة شنو ذولة يعملون worker شغلهم على instrumentation على أدوات يعني صنع لجهاز يشخص بي صناع لسماعة مثلا أطور بي صناع لجهاز تخطيط قلب ذولة هندسة طبية شوفوا هندسة طبية مثلا واحد قطمة رجلة جابة ورجل صناعية فذولة أما medical engineering هندسة طبية أو هندسة طبية حياتية ذولة يشغلون على instrumentation على أدوات الطبية medical instrumentation instrumentation أدوات medical طبية مثلا يجلبون electronic nation طبيعتهم الكترونية مثلا solution solution يعني حلول solutions يرجون لحلول المشاكل الطبية مثلا مثلا طوروا لي الأدوات كوبمت الأدوات الدايغنوز التشخيصية واضح ديزاين صمموا لي artificial organ أعضاء صناعية واضح شو الفكرة بهالتفصيلة يعني يعني دول medical physics واضح فهي هاي هاي سم وهاي الفروع فأما أول فرع يشمل لي ذن المشاكل راديولوجي المشاكل الإشعاعية واضح شون وهنان شون نحمي نفسنا ممكن يجيك اختيار يقول لك البروتكشن الحماية من الإشعاع شي سموسمو health physics وهاكذا ديزين هذا الجزء الأول من المحاضرة أتمنى فهمت المحاضرة أي سؤال استفسار أنا حاضر طبعا المحاضرة اللي أولى صراحة صعبة مملة لأنه ماضية شيء مجرد أشياء تعريفية إن شاء المحاضرات تلقاتوا نحصر سهلة وتفهموها أكثر منها تكون موافقية إن شاء الله بعترز لكم الجزء الثاني موافقين إن شاء الله